السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شاومي قدمت خلطة رهيبة هذه السنة مع سلسلة التيري سيريوس عادة نشوف الشركات يسوي تحتساب بسيط جدا ما يخليك تفكر انه والله خليها السنة اللي بعدها احزن لكن للامانة اللي سوت الشركة مقارنة بالسنة الماضية ما بين تي تولد وسلسلتها والتي ترات عشر وسلسلتها انا اقول لك راح تفكر فيها وفيقول الصراحة فليش ليش اعطيك هذا المقدم دوما بينيلك قليني ابدأ مع تي تولد برو وبعدها منتقل تي تولد وعطنا رايك اطنا رايك التفاصيل والاسار والعروض اللي حطينها راح تكون موجودة في خاطر اول اختلاف صار في هذا الجهاز انه الشاشة يعني الشاشة الان صارت مية وارب واربعين هرتز ستة فى سبعة ستين انش اوماليد والفين وستمية نت ففيه قفزة جدا كبيرة في الشاشة مقارنة بالجيل السابق وخاصة انت تتكلم عن مستوى ممتدد اضاءة والشاشة الجميلة مع انظام استيريو الصوتيات بهذه المكانيات فانت راح تستمتع بكل تأكيد في التصفح وعرض التطبيقات والمالتي ميديا وفيه موضوع الجيمينج بكل تأكيد الشغلة الثانية المعالج الاربع نانوميتر معالج الميديا تيك الخارق الديمينسيتي تسع الاف وميتين هذا المعالج يا اخوان بلس طبعا هذا المعالج يا اخوان قادر انه يوازي معالجات الكوالكم سناب داقن ايت الجيل الثاني باستخدام جي بيو جديد كل ايام والان رفع الرامات من 12 او حتى 16 جيجا بايت مع عدد لا بأس به من الساعة التخزينية اللي تعتمد على اليوفيس الفور بوينت او تترجم هذه الارقام يا اخوان الى اداء جدا 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 ممتده وهذه يعني لعبة شاومي في هذه النقاط من ناحية العتاد الهارتوير الصراحة ما عمرك راح تواجه مشكلة في الاداء على رغم انه عندك كاستومايز كامل يعني للواجه الخاصة بالشاومي مع الاندرت 13 معروف هذا الشيء الا انه الجهاز راح يقولك ما عندي اي مشكلة عاطني وانا اتعامل معه سواء في الرسوميات العالية او في وطاقات بشكل كبير جدا من الفديهات مع التمبت مثلا واللوغ واللوت فالجهاز راح يقولك تعال يعني حتى انه حتى انه فيه الواي فاي سبن فيها البلوتوت في كل التقنيات يعني ما عنده اي مشكلة من ناحية العتاد الشغلة الثالثة يطولي العمر انه الجهاز الان بتصميم جميل صراحة يعني غالبا اشوف التيم ماير شوي لتصميم الجيمينج لكن هنا اعطوه البيجن لاذر اعطوه ال اي رفعوا رفعوا من الاي في فيفتي سري الى الاي في سيكسي ايت وهذا الشي جدا ممتاز انه يكون مقاوم للماء وايضا لالترماء فالكواليتي والتصميم ارتفع عما هو موجود في الجيل السابق صار بريميوم طبعا متوفر منه عدم الوان شوف اللي انت تبغى بصمة ويعني مو مقصر معك حتى البطارية ما شاء الله خمسة الافة حتى الباكيج كل شي انت تحتاج بما فيها الشاحل خارق مية وعشرين وان مية وعشرين وان الكاميرات وهذه من ضمن التحديثات الضخمة بالتعاون مع لايكا ولي يعطيك التون اللي الجميل جدا اللي مقصر مع الاف بيكسل الخاص بشركة لايكا الشركة المتخصة في متى الكاميرات لكن لجد انتباهي سابقا كان مئتين ميجا بيكسل هنا حطوه خمسين ميجا بيكسل يحب تقول ليش هذا التونج لا 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 مو شرط عدد الميجا بيكسل مو شرط انه يكون داون كريد يا اخوان ممكن نعطيك خمسمية ميجا بيكسل وبعدين حجم بيكسل يكون صغير كأنه ما يسوي شي والله العظيم ما يسوي شي فاللي سووا انه رجعوا الى خمسين ميجا بيكسل لكن حجم بيكسل هنا اكبر اثنين فاصلة اربعة اربعة او اربعة او اربعين فبالتالي عندك تفاصيل ممتازة اداء ممتاز وايضا مع الخمسين والخمسين واثناشة والعشرين ميجا بيكسل هذا على الميجا بيكسل لكل الكاميرات ففيه شي جميل جدا قاعد تاخده من هذه الكاميرا اساسية سووا اوبغريت لي حتى التالي فوتو الزوم الآن يعني صار عن خمسين مليمتر الالتروايت صار خمسة عشر مليمتر فسووا اهتموا فعلا مو بالرقم اهتموا باحجام البيكسل حجم البيكسل لكل الكاميرا فان راح تلاحظ تفوق ممتاز لنتائج الصور والفيديوهات مقارنة بالجلس سابق وعلى سيرة الفيديوهات يعني حتى من ضمن تركيزهم الكبير انه صار يدعم لك بت لوج وايضا اللت ودعم اللت فهذا يعني انت تصور فيديو احترافي يدعم لك 8K و 4K كله موجود بس انه انا اقصد تصور فيديو وتقدر تعدى الوان باريحية كاملة باريحية كاملة بالضائقة اللي تتبعها باستخدام هذا النمط من ناحية التصوير في الفيديو فبي ابغريد نظيف جدا تشوفها في هذا الجوال مقارنة بالجلس سابق اشياء ذانية تستحق الذكر الجهاز الصراحة من ناحية البطارية خمسة الاف مليمتر اشوفه ممتاز الجهاز ما شاء الله بصمته ما عندي اي مشاكل فيها من ناحية الصوتيات ويدعم لك حتى اليو سبي تايب سي لو عندك 32 بيت 24 فعندك سماعة محترمة راح تستبيل من اليو سبي تايب سي اليو سبي تايب سي المستخدمين اثنين فاصل صفر يعني استغلال ممتاز نساحة اطار الشاشة يعني انت قعد تاخد جهاز جميل جدا وبالسعر والله انا شوفه مغري يعني عادة هذا النوع من المواصفات تشوفه خمسة الاف ستة الاف اربع الاف هذا الرينج لكن شاومي لا زالت تغرينه بالاسعار الجميلة جدا اوكي تباب الحين نيجي لاخوه الصغير هذا الشاومي 12 تي واحد من الاجهزة الجميلة جدا بقيمة الالف وتسعمية وتسعتين رياض سعودي راح تاخد نفس الكمفاقريشن اللي هو راح يكون عبارة عن 12 زائت 256 جيجا بايت بباكج في كل شيء تتاجه لكن اللهم انه الشاحن هنا راح يكون 67 وان يعني معلش ماك مشكلة عاطني هذا الشيء شاحن سريع اشوفه جدا ممتاز نفس مفهوم التصميم بجانب الالوان وفرطة انا قلت البيجان لاذر هو توفر من لون الازرق لكن الاسود والاسود لماس صراح يضبها يبين عليه لكن هذا اللون صراح جميل والله جميل يا اخوان والله جميل ما ادري اذا الكاميرا ما اعطيت حقه او لا لكنه للامانة اشوفه جدا جميل اشاهد في الكلام هذا الجهاز ما شاء الله تبارك امان 8.5 مليمتر و193 جرام والجهاز بكواليزة جدا ممتاز اي ار سماعات الاستيريو يوس بي تايب سي نفس التقنيات اللي شفناها في شاشة اخوه الكبير يعني شوف حتى ممتلعينك في هذه النقطة معطينك هيها على شاشة مسطحة بمقاس الستة بصة 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 ستين مئة واربا برين اومليد الفين وستميت نتس نفس التقنيات الدولبي ما الدولبي للصوتيات والفيجن يعني كل شي انت تحتاجه لاستمتاع في موضوع المالتي ميديا في موضوع القيمينج كله موجود الفارق اللي راح تلاحظه انه الجهاز راح يحصل على معالج الديمان سيتي الثميني الاف وميتين هذا تقدر تقول فئة المتوسطة العليا يعني ما بينه وبين الفئة العليا شي بسيط جدا فمع المهام اليومية والمهام الثقيلة واستخدامات كيومية ميزة هذا المعالج الامانة انه عمر البطارية فيه اطول بحكم انه فيه قاعد يتوي بالانس ما بين الاداء واستهلاك البطارية فما استبعد نهائيا اذا كان ميولك هذا الجهد عشان البطارية بالمقام الاول انه هذا الجهاز راح يعطيك عمر اطول الان مو معناته الكبير لا لا برضو ممتاز لكن هذا بفعلا بفعلا بسبب المعالج بسبب المعالج مو بقوي مثل اخو امانة عشان يكون معك سريح لكنه جدا يعجبني الخلطة هذة اللي بسوية تشامل في اجلستها التي سيريس لهذه السنة طبعا حاصل عمله الاي بي مقاومة الماء ورشات الماء برضو موجودة تكوينة الكاميرا خمسية خمسين ميجابيكسل والالترا وايد وغيره نفس بالتعاون مع شركة لايكا فراح تنبسط بصمع على الشاشة تعمل بالشكل مطلوب جهاز نظيف امانة جدا جدا نظيف فخلطة التي سيريس تقولك انه يا حبيبي انت تبغى جهاز بامكانيات عالية باداء ممتازة باداء خرافي بشي مجنون من ناحية الشحن فعندك اخوه شاب الواحد قاعد تقولك ترى من ضمن الاجهزة الجليدة اللي راح تحصل على الاندرويد 14 وشاومي وعدت بالتحديثات الضخمة والدعم الكامل لهذه الاجهزة سلسلة التي سيريس لكن شاومي هالسانة تقولك انا ما راح حرف عليك سعر انا بغطيك امكانيات وزيادة عليها وتقنيات ومواصفات اهتمام تصميم وجود تصنيع وكاميرات على فئتين فئة العليا وفئة المتوسطة العليا التي برو تي 13 برو عفوا والتي 13 صراحة التغيرات اللي ثوتها مقارنة بالسنة الماضية خليك تفكر انه تحدث واتوقع كلامي صحيح مئة بالمئة شوكم اخي شاء الله معالف السلامة